تقول شواهد الحال اليوم إن المناطق اليمانية المحررة من وطأة ميليشيا الحوت الانقلابية باتت تنعم بالأمن والاستقرار والرفاه بعد أن حولت الميليشيا خلال الأعوام الماضية حياة ساكنها إلى جحيم وأذاقتها صنوف الانتهاكات من القتل والتعذيب والتشريد والحرمان الآن باشرة نتكلم من الخوخة أنه بدأ يدب الأمن والاستقرار فيها ونرجو من التحالف العربي كالتسحي والرأة أن يواصل التحرير كما سمعنا أخباراً يعني مشرة البارحة بأنه قد تم تحرير منطقة التحيطة الشغل والله ببحر الأمان والحمد لله واختلاف ما بين الآن والحوثاء والحمد لله نستغل بأمان والله والله والحمد وهذا البحر استياد هذا المراكب حقنا الصيد والصيد الحمد لله متوفر ولسان حالهم من لا يشكر الناس لا يشكر الله يثمن أبناء الساحل الغربي عالياً الموقف العروبي التاريخي والمشرف الذي قام به التحالف العربي في خوض معركة اليمليين ضد الانقلاب الحوثي ويشيدون على وجه الخصوص بالدور الإنساني الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات على الدوام في تطبيع الحياة ومعالجة الأضرار الإنسانية بعد الحرب في دور لا يقل شأناً عن معارك التحرير هناك معركة كبرى وهي معركة إنسانية وأخلاقية تتعلق بمسألة توفير المواد الغذائية والإغاثات والأدوية وكل متطلبات الحياة للإنسان ابن تهامة الذي شردته هذه الميليشيات من منزله الأمانة نحن نقول بصريح العبارة إن خلفنا أشقاءنا إخواننا الإماراتيين والتحالف العربي سند لنا وقوة وعون لنخوض هذه المعركة نشكر قوات الحالف العربي والقوات الوطنية في التصدي ووقفها الحازم ضد الحوثيين وإن شاء الله بذن الله النصر القريب بذن الله هذه الصور التي تدب بالحياة من جديد نقلناها من واقع مدرية الخوخة أولى مدريات محافظة الحديدة التي عادت لحضن الشرعية تبدو الحياة هنا في مركز مدرية التحيط المحررة وفي غيرها من المحافظات والمناطق المحررة بشكل مختلف عما كانت عليه سابقا حين كانت ترزأ تحت وطأة الميليشيا الانقلابية في حين ما زالت كبريات المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلاب مدن أشباح مسكونة بالخوف والجوع والدمار والحرب ونقص في الأموال والأنفس والتمرات محمد المغاربي من مركز مدرية التحيط قناة الغد الحديدة ترجمة نانسي قنقر